طيب هنروح لخبر آخر له علاقة بكرة الطائرة سيدات وهي مباراتنا مع الظهور وفاز النادي الأهلي على الظهور في الدوري بنتيجة 3-0 المبارات اللعبة تنبارح على صالح رقم 4 بساد القاهرة الدولي طبعا الفريق بيقوده المدير الفاني كابتر حمد الصافي والمرحلة زي ما ديها حضراتكم عارفينها مرحلة ترتيبية وكده كده الأهلي ضمن أنه يتأهل من الأربعة اللي فوق عشان بعد كده نطلع نلعب ومن 5-8 هلعبه ترتيب وبعد كده إن شاء الله عندنا المطش اللي جاي مع نادي ودي دجلة يوم الخميس اللي جاي على نفس الصالة كل التوفيق لهذا الفريق عايز أفكركم تاني وتات ورابع هذا الفريق هو حامل لقب سوبر المصري بعد فوزه من حوالي 3-4 سبيع وخلي بالكم السنادي المنافسة شارسة الله لكم فعون هذا الفريق نتمنى إن شاء الله للتوفيق اللعبات يعني يعني مصررين على الفوز بالدوري والكأس وأفريقيا اللي هتتلاعب هنا في القاهرة ولم يحدد بالتحديد معدها هتبقى في مائل ولكن لم يحدد هتتلاعب فين ومين هنظمها حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن تفاصيل بطولة أفريقيا للرجال والسيدات والتي ستقام على أرض مصر بإذن الرحمن